اتهموك اتهمات كتيرة جدا ما انا زي ما قلتلك منها انك انت بتاجر في القصار وسرقت القصار وإلخ إلخ إلخ تمام بس انت واحد رجع 6000 قطع أسرية وحارب العالم كله وحارب لصوص القصار في الداخل وفي الخارج وفي ناس انا دخلتهم السجن هنا في مصر الرجل اللي عمل ده الرجل كان له مصلحة شخصية كان بيأجر احد المحلات وهو اعتقد ان انا يعني هو كان بيكسب بكسب خرافية لكن قلت الدولة تكسب مش واحد شخص يكسب وعملت حاجة مهمة للبلد هو ما عجبوش فبدأ بقى الصورة استغلها رفع علي قضية وخد علي حكم بيصرف عشر كان يجيب مئة عيل ومتين عيل يروحهم ده للتحرير ويفض زي عواص حرامة أسر يعمل ولا همني الكلام ده كله لان انا في النهاية قلت لا يصح غير الصحيح وشفت ربنا سبحانه وتعالى ان في النهاية ربنا اكرر من انا وهم فين يعني ده حاجة مهمة ان الانسان انا صبرت وصبرت والهجوم انت كنت بتتهاجم في الجرايض وفي وقت هذا الهجوم الجوائز اللي انا خدتها بعد ما سبت الوظيفة لا تعد يعني خدت اكتر من اربعة دكتورات فاخرية بعد الوظيفة خدت جوائز من بيرو من الامم المتحدة من كل مكان في الدنيا ولسه اخر جائزة واخذها من دكتور خالد الاناني من امبراطور اليابان الشمس المشرقة ولسه الشعر الريفات في روسيا واخذ دكتورات فاخرية فالحمد لله ان العالم قدرني يعني العالم عارف امتي فلي كانت حاجة جميلة جدا